بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في هذه المحاضرة حديثنا عن التدليس ونتحدث في هذه المحاضرة عن تدليس التسوية هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد لكنه أفرد بعنوان خاص به لأهميته ولكونه شر أنواع التدليس تعريف تدليس التسوية هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر رواية الراوي عن شيخه ثم ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر إذن الراوي يروي عن شيخه ثم يكون شيخ شيخ ضعيف ثم يكون شيخ شيخه ضعيف ثم بعد هذا الضعيف ثقة ف يسقط مدلس مدلس تدليس التسوية هذا الراوي الضعيف و يستوي الإسناد ثقات صورة ذلك نعيدها مرة أخرى أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول وهو شيخه فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس لأن الثقة الأول قد لا يكون معروف بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة أشهر من كان يفعل تدليس التسوية بقية ابن الوليد الحمصي قال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية وأيضا كان يفعل هذا النوع من التدليس الوليد ابن مسلم مثال على تدليس التسوية ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوية عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه هنا بقية وقلنا هو ممن يدلس تدليس التسوية يقول ابن أبي حاتم قال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه روا هذا الحديث عبيد الله ابن عمر وهو ثقة عن إسحاق ابن أبي فروة وهو ضعيف عن نافع ثقة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عمر هذا جاء بقية فكناه بكنيته أبو وهب الأسدي كناه بذلك كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة لا يهتدى له حتى يشغل الناس بعويد الله ابن عمر ويترك أمر إسحاق ابن أبي فروة الذي حذفه وأسقطه من السند فيستوي السند ثقات هذا هو تبليس التسوية وهذه هي صورته هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم